ترون أمامكم صورة تظهر مكان القلب في الجسم، وهو كما ترون محاطاً بالأضلاع. سأريكم أيضاً أين مكان الرئتين. هذه الرئة اليمنى، وعلى هذه الجهة الرئة اليسرى. أقول اليسرى واليمنى بالنسبة للشخص في الصورة. يقع القلب بين الرئتين والأضلاع الموجودة لحماية كل الأعضاء المهمة. يوجد عضلة مهمة جداً أسفلها تسمى الحجاب الحاجز. يشكل الحجاب الحاجز مع الأضلاع حيزاً يسمى التجويف الصدري. سأريكم الآن صورة مكبرة للقلب. هذه الرئة اليمنى هنا، والرئة اليسرى على الجهة الأخرى. كل هذا داخل القفص الصدري. الآن افترضوا أن هذه خلية ما، وهناك وعاء دموي صغير قريب من هذه الخلية. كما تعلمون، تحتاج الخلايا أشياء محددة مثل الأكسوجين والمغذيات. وفي المقابل، فإنها تطرح الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون. افترضوا أنه لا يوجد تدفق للدم للحظة. سأكتب هنا لا تدفق. لذلك، بينما تطرح هذه الخلية الفضلات، ستبدأ بالتراكم بما أن الدم لا يتدفق. حتى ينتهي الأمر بالخلية بأن تغمرها فضلاتها. في المقابل، لا تحصل الخلية على الأكسوجين أو المغذيات. وإذا استمر الحال هكذا، ستموت الخلية. ما تحتاجه هذه الخلية وكل خلية هو تدفق الدم. تحتاج أن يتدفق الدم بشكل جيد وسلس. بوجود التدفق، تختلف الصورة تماماً، لأن الدم سيحمل الفضلات ويأخذها بعيداً. وبالمقابل، يتم إيصال الأكسوجين والمغذيات، مما يجعل الخلية في حالة جيدة. بالتالي، إذا كنتم تريدون أن تكون كل الخلايا في أجسامكم بحالة جيدة، يجب أن يتوفر تدفق دم جيد في الجسم. هذه هي النقطة الأولى. تحتاجون وجود تدفق دم لتحريك الدم بشكل متواصل في جميع أنحاء الجسم. لفعل ذلك لمليارات الخلايا، يحتاج الجسم إلى مضخة قوية. تسحب كل الدم من الجسم، ثم تضخه مرة أخرى، وهذا بالضبط ما يفعله القلب. يعتبر القلب مضخة قوية تضخ الدم حتى يكون هناك تدفق جيد. سأكتب هنا وظائف القلب. والوظيفة الأولى هي تدفق الدم الجهازي. تشير كلمة الجهازي إلى الجسم بأكمله وبكل خلايا. يمكنكم رؤية كيفية حدود ذلك بالضبط على هذه الصورة. لديكم هنا وريد كبير، ولديكم شريان هنا. يجري الدم عبر الشريان بهذا الاتجاه. ويدخل عبر وريدين. واحد في الأعلى، ويسمى بالوريد الأجوف العلوي، وواحد في الأسفل، ويسمى الوريد الأجوف السفلي. يحمل هذان الوريدان الدم القادم من جميع أجزاء الجسم إلى داخل القلب. وعندما يصبح القلب جاهزاً لضخ الدم إلى الجسم، يضخه عبر الشريان الأبهر الذي يقع هنا. هذه الطريقة التي يدخل بها الدم إلى القلب ويضخ منه. لكن هذه ليست الوظيفة الوحيدة للقلب. الوظيفة الثانية للقلب والموجودة في هذه الرسمة أيضاً هي التضفق الرئوي. تعلمون أن الخلايا تنتظر الأكسجين، ولديها الكثير من ثاني أكسيد الكربون. لذلك يجب أن يتحرك الدم في الجسم. لكن تضفق الدم وحده لا يكفي، فالخلايا تحتاج الأكسجين، كما تحتاج للتخلص من ثاني أكسيد الكربون. هنا يأتي دور الرئتين. ما يحدث هو أن القلب وقبل أن يعيد الدم إلى الجسم عبر الأبهر، فإنه يرسل الدم إلى الرئتين، ثم يعود الدم من الرئتين إلى القلب ليضخه القلب عبر الأبهر. أي أن هناك خطوة إضافية هنا، حيث يذهب الدم إلى الرئتين ويعود منهما. وهو ما يسمى بالتضفق الرئوي. آخر شيء ستلاحظونه في هذه الصورة هو وجود هذه الأوعية الدموية الصغيرة الملتوية على القلب بأكمله. تلاحظون أن هناك أوعية حمراء وهي الشرايين، وأخرى زرقاء وهي الأوردة. لكن السؤال هنا، هل تعتبر هذه الأوعية جزءاً من التضفق الجهازي أم التضفق الرئوي أم غير ذلك؟ تسمى هذه الأوعية مجتمعة بالأوعية التاجية. وهي الشرايين تاجية وأوردة تاجية. لكن مجتمعة تسمى الأوعية الدموية التاجية. إنها الأوعية الدموية لعضلة القلب. تعلمون أن القلب مكون من عشرات الألاف من الخلايا التي تحتاج الأكسجين والمغذيات، وتطرح الفضلات كأي خلية أخرى. لذلك تحتاج إلى أوعية دموية لتزويدها بذلك، وهذا ما تفعله الأوعية الدموية التاجية. وبما أن الوظيفة الأساسية للأوعية الدموية التاجية هي تلبية احتياجات عضلة القلب وخلايا، فهي تندرج تحت التضفق الجهازي. وبهذا ينتهي الدرس.